في ظل ان العالم كله بيتكلم عن التغيرات المناخية واساليب التحول للاخضر خرجت مبادرة لبنت مصرية هدفها التوعية باهمية نباتات الشوارع مش بس كده كمان اعتمرت عليها في رسالة الماجستير والدكتوراء اللي حصلت عليهم عشان تتكلم عن اهمية نباتات الشوارع لان اتضح ان في انواع من اللي ممكن تتزرع في الشارع بيكون لها اضرار المبادرة دي خرجت بهدف التوعية باهمية نباتات الشوارع الاقتصادية والبيئية وتوضيح ايه النافع منها وايه اللي ممكن يكون سام وخطر على البيئة والناس كمان ممكن خطرها الحقيقة يوصل لانه يوقف عضلة القلب خلانا اعرف اكتر عن مبادرتنا منذ فتنة النهاردة الدكتورة اسراء السعيد عمار مدرس البيئة النباتية بكلية العلوم جامعة طمطة ومؤسسة مبادرة الوعي البيئي باهمية نباتات الشوارع اهلا وسهلا بحركة دكتورة اهلا وسهلا بحركة دكتورة شرفانا ومنورانا شكرا جزيلا عفوا اني يعني في البداية حضرتك دايما بنشوف اشجار في الشوارع وزرع يمكن ما نبقاش عارفين اسميه او انواعه ولكن عمر ما تخيلنا الحقيقة انه ممكن يكون في منه حاجة سامة او مضرة للبيئة او مضرة للانسان فيعني احكينا عن الموضوع ده هي الفكرة بدأت لان انا رسالتي في الماجستير كانت تنوعه الزراعي في مطقة ديل تانيل وكملت في الدكتورة في تنوع نباتات الحضائق في مصر وتأثير التغيرات المناخية على صونها وخدمتها البيئية وكانت دي رسالة اشراف مشترك بين مصر والدنمارك اما جيت مصر لقيت فعلا في الشوارع وانا بجمع كتير من النباتات مش معروف للناس اهميتها البيئية ايه او الاقتصادية على سبيل المثال نبات النريم اولندر او الدفلة هو نبات سام والزهرة بتاعته ممكن اكستراكت بتاعها يوقف عضلة القلب او يتسبب تشنجات وممكن التعامل معاها عادي لقيت في كتير من الحرم الجامعي في معظم الجامعات موجود النبات ومنتشر ومزروع لكن محدش واخد باله من ضرره او تأثيره على الشباب او على الطلاب رغم اللي هو لي اهمية كنبات زينة او بيتزرع كنبات زينة منتشر هممكن يقص ازاي في حالة التلامس مثلا؟ في حالة ان انا اخد الزهرة وامس الزهرة وممكن ااكل بيتلة الزهرة او امسك البتلة وامسك الفم وامسك البيت اصطنشقها مثلا وكأنها وردة مثلا مش الاشتنشاق لا الافرازات بتاعتها فالافرازات بتاعت البتلة نفسها هي اللي سامة فبالتالي التلامس المستمر للبتلة الازهار وابتلات الازهار ممكن يقدي لو حد مسك الاكل بعد ما مسك الزهرة ممكن يقدي للتسمم عندنا نباتات تانية زي نباتة العشار ونباتة العشار منتشر في شوارع سعيد مصر وهو نبات سام بيأثر على جلد الانسان وممكن يعمل تهيج لأخشية العين في نباتات تانية برية بقى منتشر زي عينة بالديب وهكذا ايه البونسوانا دي اسميك على النبات اسم البونسوانا ده ايه نبات البونسوانا هو نبات زينة عادي شجرة كبيرة الشجرة لها اهمية اقتصادية في اللي هي نبات زينة فعلا ولكن لها عيف في اللي هي جدورها بتنتشر افقيا بتنمو بواجدع افقي فممكن تضرب اوسس الابنية او اساس التبطين لو انا زرعتها حوالي الطرع او المصارف او الماكن الطرع اللي بيحصل لها تبطين حديثا فهي ممكن تقدي لتلف الاسس بتاعتها دي مشكلة انها تتزيرها في وسط منطقة مدنية بقى ايه بالضبط منطقة سكنية يعني بالضبط بالاسف هي منتشرة تمام حرك يعني ايه الهدف بقى من المبادرة الهدف من المبادرة لنا نوعي الناس بايه نباتات الشوارع واهميتها الاقتصادية ايه اللي ممكن منها استخدمه في الاكل وايه اللي ممكن استخدمه كعلاق طبي وايه اللي ممكن احرص منه انا مش هقدر امنع النباتات اللي انا انشر ازرحها كنباتات زينة ولكن الهدف اللي انا اعمل ليبل للناس يعرفني كل نبات هو عبارة عن اسمه ايه اسمه العلمي واسمه الشائع وده ناحية علمية اسم فايدته هو بيستخدم كغذاء او يستخدم في الصناعة او ليه بوعد طبي ليه بوعد سام هعمل علامة معينة على كل شجرة علامة اكس مثلا علامة الصحة اللي ممكن تتعامل معاه وهكذا بحيث ان نقدر نتعامل معاها نشوفها ونزرحها ونتعامل معاها ولكن بتحريص بوعيه فدي كانت فكرة المبادرة بالفعل احنا بدأنا في كوليترون جامعة طنطة انا كان ليا مشروع بالموضوع ده وبدأت بتعريف النباتات الموجودة في حديقة الكلية وعملنا ليه بولس لها ولكن كنت عايزة انطلق لبقية الكامبوس او الحرم الجامعي وبعد كده للشوارع يعني حتى ناخد محافظة او مدينة معينة كأجزامبل لنا ونبدأ منها طيب فكرة اصلا وجود النباتات او الاشجار في الشوارع غير الشكل الجمالي ايه الاهمية البيئية من تواجد الاشجار والنباتات في الشوارع والطرق طبعا هي رئة الاكسجين يعني اي نبات هو بياخد ساني اكسيد الكربون ويدينا الاكسجين بعملية البناء الضوئي كل الناس عارفة المعلومة دي وجود النباتات بيعمل لنا تخفيف الانبعاثات بيمتص مجموعة من غزة السمة بالاضافة اللي هو بعض النباتات بتمتص الشحوم السيارات زي فيه نبات اسمه نبات شجرة الورنيش هي بتمتص الشحوم وقطرات العوادم السيارات بالتالي بتنقي الجو فوجود النباتات مهمة جدا عشان عملية توازن بيئي وتنقية الهواء هل لها اهمية اقتصادية؟ اه فيه نباتات لها اهمية اقتصادية نخيل البلح مثلا لها اهمية اقتصادية غير الاكل واللي هو بيستخدم في الغذاء السعف بتاعه بيستخدم في الصناعة كتير من نباتات يستخدم لها أهمية اقتصدية نبات الجهنمية بيستخدم في التزيين والمنتجات اللي هي الهند كرافتس الصغيرة عندنا نباتات كتير بيستخلص منها الزيوت والعطور زي نبات الريحان ونبات النعناع والورد البلدي والفل المغربي دي كلها بتستخدم في الصناعات هايل طبعا خلينا أسأل حركة عن المبادرة هل هتتوسع خارج طنطة ولا هتتوقف عند طنطة بس وبالفعل احنا عملنا فورم ونشرناه على مستوى الجمهورية بحيث اللي هو كل مجموعة في محافظة معينة هتكون مسؤولة عن المبادرة في المحافظة دي الهدف منها اللي كل متطوع هيبدأ يصور النباتات في الشارع اللي هو ساكن فيها هيبدأ يبعث لنا بالوسائل السوشيال ميديا صورة النبات والإحداثيات بتاعته اللاتي تيود واللونكو ديود ها موجود فين بالضبط نبدأ نعرفه ونعمل زي داتا بيز بحيث اللي احنا نبدأ نعمل تغطية الجمهورية كلها ونوعي الناس في مختلف أنحاء الجمهورية يعني كل فريق في كل محافظة هيبقى هو بمثابة الهد في المحافظة دي بما أن حركة كلمت عن الجمهورية كلها فهل المخطط مثلا بأنواع نباتات معينة هيلة الزراع في الجمهورية كلها ولا ممكن محافظة تختلف عن الأخرى وفقا لموقعها الجغرافي مثلا هي المبادرة مش لنا هزرع شجر في مبادرات تانية زي ازرع شجر وفي مبادرات تانية بتزرع بالفعل أنا برصد الوضع الحالي الموجود فبالتالي كل محافظة فيه نباتات بتميز الهدف هو التوعية التوعية بأهمية النباتات وبالتخلص من الدار منها أو الابتعاد عنه مش التخلص منه أنا مش عايزة هيتشال لأنه أكيد ليه فايدة ولكن أنا عايزة أعمل ليبل عليه أنواعي الناس منه يعني ابعد عن النبات ده ما تقطفش الشجرة الزهرة بتاعته ما تتقربش من الزهرة اتفرج عليه ويفضل كنبات زينة زي ما هو ولكن ملمسوش تلامس مباشر كل محافظة فيه نباتات بتميزها أنا التانية أكيد في شوارعها أي نعم خطة تشجير أكيد هكون لوزارة الزراع شبه سابتة ولكن مثلا النباتة العشار منتشر في محافظات الصعيد لأنه بالفعل النبات بري هما جابوه من البيئة البرية بتاعته وبدأوا يزرعوه في الشوارع فهلاقيه منتشر هناك مش هلاقيه منتشر عندي في الدلتة هلاقيه نباتة دفلة منتشر عندي في الدلتة بنسبة كبيرة لأنه نبات زينة وسريع الانتشار وبالفعل سهل في قصه ومنظره جميل فالناس بتحب تزرعه لكن هو سام برضك هلاقيه منتشر عندنا في الدلتة أكتر فبالتالي أنا كل محافظة يكون لها نباتات مميزة عن التانية هنبدأ نعمل حصر وده تابيز لها وده الهدف بتاعي لنا أوعي الناس واعمل ده تابيز للنباتات الشوارع في كل محافظة احنا معنا صور لبعض النباتات يعني حابب نعرضها كده وحارت تقول لنا يعني ده ايه مسلا ده كان نبات زي بازروميا بس ده كان في ماشتل فأنا كنت في ماشتل في الشرقية ونجمع نباتات فدي من النباتات المنتشرة في الشوارع برضك ولكن هو كان في الماشتل يعني بس ده من الحاجات المشدرة لا لا مش دار دي بداية تطبيق المبادرة عندنا في كلية ترام جامعة طنطة بدأنا نعرف النباتات ده داخل الحرم الجامعية ده في كلية العلوم نفسها وده شجرة الفيكاس ديكورا وبدأنا نعمل الليبل بنفس النوازم ده ولكن الليبل معمول بالجهود الزاتية في الكلية فبالتالي بيتأثر طبعا بعوامل الجو والتقس دي كانت آخر صورة من حديقة السجنة في شرم الشيخ كنا في كوب 27 وده من داخل منطقة النواتات البرية اللي هناك ده هي منطقة محمية ولكن احنا ادخلناها عشان نعمل السرش هناك يعني تم تكلميني بقى عن تجربتك يعني مشاركتك في كوب 27 بالنسبة لكوب 27 احنا كنت انا كنت تي او تي في برنامج سفراء المناخ المصريين والافرقاء في جامعة عين شمس وطبعا كنت ممثل او مشارك في الفريق المشارك من جامعة طنطا عشان نعرض ابحاثنا هناك في منطقة الاكاديمية او منطقة وزارة الجناح وزارة التعليم العالي ببحث العلمي وبالفعل عرضنا فيه معروض مشروع بحث اتعرض هناك وعرضنا ايه هي اهم الابحاث اللي احنا اخرجنا بيها في التنوع النباتي والامن الغذائي وهكذا يعني حسيتم مشاركتك دي يعني كان قدتك دفع او طبعا انا اعرفت ناس كتير اعرفت تعرفت على بعض الزملاء من الـ IOCN اللي هو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ويعني هما كانوا يعني معجبين اللي فيه ناس من المصريين حصلين على نفس الشهادات فالطول ما انا حصل على 9 شهادات بتاعة الـ IOCN اما كنت في الدنمارك وبالتالي احنا عندنا خبراء في صون الطبيعة يعني مشانا الوحدي فيه اسادزة كتير في المجال ده حركة حبة يعني توعي الناس ازاي الفترة الجاية يعني من خلالنا مثلا تقول لهم ايه عن نباتات الشوارع الابدأ اصلنا في النباتات اعرفها يعرفوا اسماءها العلمية الصحيحة يعرفوا اسم النبات العلمي حتى الشائع المناسب يعني فيه اسماء شائعة احنا منقدرش نقولها لكن احنا لو قلنا الاسماء المناسبة وعرفنا الناس بيها هيبدأ علاقة الناس بالنبات تتحسن يعني فمش مجرد زرعي مش كل النباتات زرعي لا فيه زرعي مثلا بيعمل ضل فيه زرعي او نبات بيعمل بخرج منه منتجات هندكرافتس اقدر اعمل بها مشاريع جديدة غير النخيل فيه العسف وفيه نباتات الاستعد اقدر منه اعمل حصير واعمل منه حصر الجبن وهكذا فالناس لو عارفت اهمية النباتات ممكن تلاقي وظائف جديدة لنفسها ممكن تبدأ تعمل ادوات تجميل وادوات بسيطة في البيت من مخلفات النباتات نفسها نشاط اقتصادي بسيط ولكن في الاخر ليه عائد يعني مين بيدعمك في مبادرتك هي المبادرة طلعت مبادرة فردية ولكن انا الدعم الاساسي ليه في الموضوع ده الطلب يعني انا عندي فريق بحث من الطلاب عندي هم كانوا عاملين مبادرة بحثين مقابل التخرج بالفعل احنا نشرين كذا بحث علمي اكتر من 6 ابحاث علمية لحد دلوقتي فانا معرضت الفكرة عليهم وهم تحمسوا جدا ويعني قالوا نبقى في الفريق التنظيمي للمبادرة وبالفعل بدأوا ينشروا المبادرة وعملنا صفحة اونلاين لها وبدأوا يعرفوا المبادرة فهو الطالب هو الاساس عندي في المبادرة دي بالاضافة لزميل من مركز قاومي لبحث بحث صحراء هو نائب رئيس المبادرة دكتور فوز يونس طبعا وبقيت الهدز بقى في المبادرة هما طلاب يعني نورال الشرشابي وابراهيم مشربيني ونهال قليني ويومنا عبدالله كلهم هل مبادرة شاركة بالمبادرة مع مبادرة أخرى أو مع مؤسسة ومؤسسات الدولة تكونوا دعامين لبعض؟ احنا بالفعل عملنا بروتوكول تعاون مع جمعية حماية البيئة والتنمية في أسيوت وبالفعل أبرمنا بحيث نحن نبقى تحت مظلة مؤسسة وهي طبعا تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لكن ما روحناش لوزارة البيئة أو لوزارة التضامن الاجتماعي لأن المبادرة بقالها كفكرة بقالها سنة كإطلاق بقالها شهرين فهي أسرع مبادرة تلعت مككوب يعني الماجستير والدكتورة بتوعي كانوا اليوم علاقة بفكرة المبادرة ايه شمعنا يعني؟ هي فكرة الماجستير كانت عن التنوع الزراعي في منطقة دلتانييل كلها بيبقى فيها المحاصيل المصرية ونباتات المزروعة كلها وهو اللي عرض عليها مشرفي في جامعة طنطة دكتور كمال شرطوت وبدأنا فيها وخدت خمس سنين وبدأنا نجمع أول داتا بيز للنباتات المزروعة في مصر ما كانتش موجودة قبل كده يعني محدش عمل داتا بيز عن النباتات دي قبل كده ما كانش فيه معشبة نباتية عن النباتات دي قبل كده فبالتالي دشنت أول معشبة زراعية في معشبة كليترون جامعة طنطة بتشمل ألفين شيط نباتي ما جيت في الدكتوراه حبيت أكمل عن نفس المنوال عشان أستثمر المجهود اللي أنا عملته في الماجستير ورسلته مشرفي الأجنبي في الدنمارك وأعجب بالفكرة ولكن ضف لها بعد التغيرات المناخية تأثير التغيرات المناخية على تنوع النباتات دي أسافرت هناك ضفت لها تأثير النباتات وتنوعها على عدد السكان يعني هل السكان هيستفادوا من النباتات دي ولا لا نسبة النباتات الخضراء وعدد السكان الموجود في كل محافظة وبدأنا فعلا حصرنا أكتر من 183 حديقة في مصر وعدد السكان في كل مدينة ومساحة الخضراء لكل فرد في المجتمع وتأثير التغيرات المناخية خلال سبع السنين على تنوع النباتات دي وطلعنا بس علاقات بياناك وايسة جدا وركمنديشنس في الرسالة وبالفعل الرسالة اتنشرت كتاب في معرض قاهرات دولية الكتاب سنة 2021 طب أنا شايف الحالي أنه فيه مجهود كبير سواء في رسالة المجستير أو سواء في مشاركتك في مؤتمر المناخ ولكن فكرة تعمين فكريتك على مستوى الجمهورية دي حاجة أكيد مستهلة أكيد أنت حطة خطة لده يا طرى بتروحني على إيه الأداة اللي تخليكي توصلي لكل الناس هل مثلا السوشيال ميديا ولا هل الشغل اللي على الأرض فعلا إيه الأدوات اللي هتستخدميها علشان توصلي لكل الناس اللي اتنين يعني أنا دلوقتي بحاول وصقنا المبادرة بالفعل نشرت الفكرة عن طريق القوي 17 ونضم طلاب من جماعات مختلفة لها نشرت الفكرة عن طريق كوبتوني 7 وانا هناك ونضم الطلاب السوشيال ميديا هتكون وسيلة أكيد لأن بنعرف صورة النبات واسمه وفايدته فالناس بتبدأ تنجذب لكن بالفعل هننزل بقى الأرض الواقع نعمل لوحات ونعمل تعريفات بحيث المواطن اللي في الشارع يلمس ده يعني أبدأ أعمل اللوحات على الأشجار وعلى النباتات فهو يبدأ يقول إيه ده إيه المكتوب ده طب فايدته إيه طب هيبدأ يتعرف على اللوحات هي دي الخطوة الثانية اللي نضم الدكتورة إسراء السعيد عمار مدرس البيئة النباتات بكلية العلوم جامعة طنطا ومؤسسة مبادرة الوعي البيئي بأهمية نباتات الشوارع شكرا جزيلا شكرا فاندن شرفتين ونورتين شكرا ومصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وكذا تكون انتهت فقرات حلقتنا النهاردة من طبور الصباح نلتقي بكم غدا إن شاء الله شكرا لكم